فنان قدير فنان عظيم زي ما قلت لكم فكرة الفنان الممثل اللي هو ما بيهتمش غير بس انا هقدم ايه واقول ايه و ايه اللي هيوصل للناس فنان وممثل ومخرج وادوار متنوعة وكتيرة تشوفه زابط تصدقه تشوفه قائد تحترمه تشوفه رجل بسيط تفهمه وتقدره الفنان القدير محمد ابو داود في حوار انساني لطيف ربنا يقدرنا عليك اهلا بيك منورني سعيد بوجودك معنا ربنا خليك انا اللي سعيد جدا جدا وان كان انا باعتبر خاصة معاك انت بالذات يعني انه اللقاء متأخر كتير دا انا اللي تأخرت عليك لا والله اول ما قالولي انا ما يعني قلت لهم حضر على طول فورا يعني اكيد انت منورنا وانا نفسي انه حوارنا يكون فيه نوع من انواع انا عايزة ادخل في الملفات اللي انت عاشت فيها يعني لما بنشوفك على الشاشة يعني احنا بنصدقك في كل دور صوتك ادائك المصرحي مخرج الادوات اللي بتملكها هل هي اللي ساعدت في انك تتنوع في كم انا وانا ببص على كم الاعمال مرعبة يعني يمكن ناس كتير مش متخيلة كم الادوار والتنوع اللي انت قدمته ايه اللي ساعدك اخطر الدراسة الموهبة عملك كمخرج ايه اللي ساعدك اكطر في البداية هو الحقيقة ورغم ان انا كررت الكلام ده كتير انما بسؤال حضرتك انطر اقولي يعني اولا ان انا بشكر حضرتك على جملة ان بنصدقك لان دي اهم حاجة ممكن تبقى في الفنان اللي من خلالها يوصل للناس صحيح هو اللي حصل ان انا مليش جعب حاجة انا من صغري منو انا عندي تسعة سين تسعة سين ونص لما اشتغلت في فرقة والدي الله يرحمه حسن ابداود وكانت فرقة هو ومثلت وانا صغير معاه وتدركت في كل حاجة واشتغلت في كل حاجة الاساس انا دايما بقوله الموهبة والموهبة دي بتاعت ربنا ومحدش بيعرف هو عنده موهبة ولا معدوش انما حد بيبت يشوفوه والكشفين بقى اللي يقدروا يقولو وياخدوه في المنطقة دي او المنطقة دي وطبعا انا كشاب صغير او ولد صغير كل همي ان انا بحب التمثيل يعني طلقت الفريت والدي كده وكان ممثل بردو بتاعه ان انا بحب التمثيل انما بقى حبي للفن بشكل عام ان انا بقى قاعد في مصر احشتغل اي حاجة اقطع تذاكر لو انا موجود في الحياة حياة الفنية انا موجود فيها وانا عايز اخش المعهد لما اشتغلت بقى سواء قطاع عام قطاع خاص كل الشغلانات مراكز شباب وكنت قادوا مركز شباب الجزيرة وانا احمد عبد الوارس ودكتور محمد عزب عيشة كلاني كتير اسمع كتير اه فالهواية رغم ان كنت بشتغل على مستوى الاحتراف انما بروح المركز واعمل مصرحيات ومثل واخرج الاساس ان انا همثل عايز هذا فيه ان بعد كده اخش يعني اخلص سنوية واخش المعهد هخرج اعمل ايه لا بفكر فيه لا بفكر مثلا ابقى نجمة ولا بتاع ولا مثل انا عايز في الاخر اقعد يا حشتغل في استوديو هقعد هبقى في بلاتو او في مصرح المهمة بقى في مكان فيه فن ايه مش مهم مكان بالنسبة لي ولذلك عادت اه زي ما نقول اه يعني ايه بحارب وبنحت في الصخر